إذن تبعنا أيكم مشاهدين الكرام جزءا من خطاب محمد علي أو الفيديو الأخير الذي نشره محمد علي أعود لك أستاذ الغمري لو تعليق سريع حتى نذهب إلى فصل يعني باختصار بقول تعليقا على كلام الأستاذ محمد علي أنه ستبقى ثورة يناير هي الأمل الأوضاع في مصر الحالية اللي يمر بها الشعب المصري كله يعني من غلاء وفقر يعني ووضع غير مسبوك كلها أوضاع مهيئة أن تكون هناك ثورة قادمة وموجة ثورية جديدة الشعب المصري يعني في النهاية لا خلص له من الحال اللي إحنا فيه ده إلا بالثورة يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة والحقوق لا توهب ولكن تنتزع فإذن في النهاية يعني قصة خلصانة يعني إحنا مش 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 إحنا الآن حنستشار بعد سبع سنين إن رأينا إيه فحل رأينا إن لا حل للوضع المصري إلا أن يثور الشعب المصري وينتزع حقوق نحن للوضع القصير اشتركوا في القناة